في طار التوجيهات الملكية السامية بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء بتوزيع ألفي وحدة سكنية إضافية على المواطنين توصل وزارة الإسكان توزيع وحداتها في مختلف محافظات مملكة البحرين هذا وقد قامت الوزارة بتسليم شهادات التخصيص على المواطنين المستحقين بمدينة شرق سترة وتوزيع المفاتيح على المستحقين في مدينة شرق الحد لأصحاب الطلبات ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بصورة مسبقة بوتيرة عمل متسارعة توصل وزارة الإسكان عملية التوزيعات الإسكانية على المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين وذلك ضمن الجدول الزمني بما يتماشى مع الأمر الكريم لسموه الولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع ألفي وحدة سكنية إضافية حتى فبراير القادم واصلت الوزارة اليوم عملية توزيع شهادات تخصيص ومفاتيح لوحدات سكنية في مشروع شرق سترة الإسكاني ومشروع شرق الحد الإسكاني طبعا يأتي ذلك في إطار تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع ألفين وحدة سكنية إضافية ولله الحمد عملية توزيع يعني ما شيء حسب ما هو مخطط لها هذا وقد ثمن المواطنون الجهود التي تبدلها الوزارة لتسليم الوحدات الإسكانية في وقت قياسي بالإضافة إلى سلاسة الإجراءات التي يعمل عليها القائمون على عملية التوزيعات أشكر أولا حكومتنا الرشيدة على رأسها جلالة الملك وسمو ولي العهد وأشكر وزير الإسكان والقائمين على وزارة الإسكان ومقصرة والحمد لله والشكر استلبنا اليوم مفاتيح البيت وهذه فرحة لنا وحق العيالي والعائلة والحمد لله يعني إجراءات سهلة وميسرة الحمد لله رب العالمين الله رضيقني الوحدة السكنية وأشكر الحكومة وأشكر رئيس الوزارة وأشكر الملك وأشكر جميع اللي يشتون في الإسكان الحمد لله للإجراءات سليسة يعني ما في تأخير ولا شيء خطة عمل متكاملة لإنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع الإسكانية التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها وذلك تحقيقا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين